يعني صار أكثر من 13-12 سنة نسمع عن نجان تشكل لاسترداد الأموال العراق المنهوبة سواء بذاك النظام وهذا النظام هسا شيبنا وكبرنا والأموال ما زالت برة والآن البارحة حشاك أنت وحشاك جمهور الماء عدن عال لاستيك عدن شاليهات في دبي وأبراجب لندن ومادروين ومن يطلع ياخذ لجنة طوية من يعطل هذا المشروع؟ أريد صورة واضحة هل إجراءات؟ هل قانون؟ هل دول؟ نحن قررين قانون هيئة النزاهة في قضية استرداد الأموال لكن هذا عبارة يعني مو القانون عبارة هاي الصيغة عبارة عن أكذوبة الكل يعرف أين هي الأموال ومتى تسترد الأموال يعني أنا أذكر على رغم من أن أعدي نقطة نظام على المرحوم واتشلبي في موضوع ما في قضية استبدال العملة والآثار لكن في قضية استرداد الأموال خاصة الأموال المنهوبة من 2003 لحد هذا اليوم وما قبل 2003 صدقني استطاع الرجل أن يلتقي على كثير من الأموال يعني تليوم إذا تروح للأموال تلقاها باسم فلان ابن فلان أكيد تجي تعال من أين لك هذا اليوم إحنا عندنا قيادات وسطية قيادات ثانوية يعني أنا راح أنزل بعد يوم أو يومين فدموضوع على الموقع مالتي أنا أنا ما عندي موقع بالمناسبة بس أنا أنطي بعض الأخوان الأصدقاء أنطيهم هاي الأمور ينزلوها بكثير من المواقع حتى أخرج من قضية قال فلان وقال فلان وحتى لا تبقى قضية ابتزاز من قبل بعض الأخوان في قضية الشكاوى من هنا وهناك ما قلت له ما عندي أي موقع بالمطلق ولكن هناك من يعبر عن رأيي نائب كاظم الصيادي أسألك بالله شخص شخص بدورة مجلس النواب ما استمر ليمكن سنة ونص اشتراله بيتين بالجادرية شخص كان حافي ما عنده اليوم ما يقارب عنده كذا بالمئة مئة وخمسين ملك يعني هاي الدولة من تجي تعال هسأ أنا هسأ اليوم أنا كان عندي لقاء مع الأخت مديرة التسجيل العقاري بالرصافة يعني أكو مصائب مصائب كوارث أكو موجودة هناك تعال أنت اليوم من مسجل باسم فلان أو فلان أو فلان أو بالخارج يعني أنا أعرف أسأ واحد قل لي وجاي أحقق قل لي بأن أكو أحد القيادات بالدولة العراقية أشترى فيلة يعني هسأ أنا ما متأكد من الخبر على الرغم من عند الخبر يقين في موقع عسكري بالدفاع بالداخلية أو موقع آخر بالسياسات بالدولة العراقية اشترى فيلة في لبنان يقولون بتسعة ونص مليون دولار